ترجمة نانسي قنقر يأتي منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2023 بهدف تعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة حاضنة لمختلف مجالات التكنولوجيا المالية تحدث عن خبرتنا في إمكانية تطوير شركة من أسلوب تقليدي إلى أسلوب تقني خلال فترة وجيزة تقريبا ما يقارب ثلاث سنوات كذلك سنتكلم عن فرصة التي لدى البحرين في تطوير شباب وشابات البحرين في هذا المجال خبرتنا إلى اليوم نجد أن هناك إمكانيات جدا ممتازة متى ما وجد الفرصة لهم والتوجيه الصحيح طبعا هاي المنتدى هو فرصة طبعا جدا جيدة حق استقطاب جميع الخبرات المحلية الإقليمية والدولية طبعا تبادل هاي الخبرات تبادل الأفكار الاستراتيجيات مناقشة بعض الشالنجز اللي احنا نشوفها في الفينتيك سبيس أو الديجيسل سبيس خصوصا للموضوع حق الفينانشل انستيوشنز شارك في المنتدى مجموعة من أبرز القيادات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية وريادة الأعمال إلى جانب ممثلي المؤسسات المالية ومستثمرين وخبراء ومختصين كما وتمت مناقشة عدد من أبرز موضوعات التكنولوجيا المالية المستندة على ثلاث ركائز رئيسية تتعلق بالابتكار والتنظيم والاستثمار لقد كانت البحرين رائدة في مجال الخدمات المالية على مدار الثلاثين عاما الماضية من حيث تحويل القطاع المالي وكانت أيضا رائدة في مجال البروتوكولات المصرفية المفتوحة منذ أكثر من ثلاث سنوات وقد شهدنا صعود التكنولوجيا المالية في السوق ونرى أن الحكومة تعمل بالفعل على تعزيز وفتح اللوائح للسماح بالحركة داخل النظام البيئي المالي هذا المنتدى يأتي استجابة للعديد من المتغيرات بدءا من الاتجاهات العالمية المتمثلة في بروز دور ذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في تشكيل جميع قطاعات الاقتصاد بشكل كبير إذ تعتبر التكنولوجيا المالية قطاعا حيويا ومتناميا ضمن قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين أعلن مصرف البحرين المركزي أنه تم التقطيع الإصدار رقم 34 من سندات التنمية الحكومية التي يصدرها المصرف نيابة عن حكومة مملكة البحرين وتبلغ قيمة الإصدار 200 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق تبلغ ثلاث سنوات تبدأ في الخامس عشر من شهر أكتوبر 2023 إلى الخامس عشر من شهر أكتوبر 2026 ويبلغ سعر الفائدة لهذه السندات 6.50 من مائة في المائة علما بأنه قد تم التقطيع الإصدار بنسبة 359 في المائة والآن نترككم مع دالة سواق المالية الخليجية أطلقت منصة الخدمات المالية الرقمية فلوس البحرين بدعم من مجلس التنمية الاقتصادية خدمة الإقراض الرقمي للمستهلكين حيث تعد الأولى من نوعها في البحرين وتأتي في هذه الخدمة إطار اللوائح التنظيمية الحديثة والخطوات الناجحة التي حققتها البحرين في دفع عجلة الابتكار في قطاع الخدمات المالية والرقمية شركة فلوسي شركة مرخصة من بنك المركزي نحن شركة تمويل نوفر أول خدمة تمويل رقمي بالبحرين في أي وقت في أي مكان المواطن بحاجة للمبلغ صغير يستطيعون يخذه عن طريق التطبيق تاعنا ويأتي الموافقة خلال دقائق قليلة لحاجته المالية نحن نحاول نساعد الناس في وقت اللي يحتاجوا فيه لمبلغ صغير في دقائق يستطيعون يأخذ هذا المبلغ عن طريق تطبيقنا طبعاً نحن أول تطبيق في البحرين وشركة توفر قروض صغيرة للناس بسرعة كبيرة غير متوئلة ما يقدر يأخذها من البنوك والشركات الأخرى تدخل على الأب ستور تكتب فلوس تنزل الأبليكيشن تحتاج بس بطاقتك السكانية بتعمل الريجيستريشن وبعد هذا تحتاج فقط اللي هي الستيتمينت تبعتي البنك لآخر ثلاث أشهر لتحديد راتبك للموافقة على قرضك